السلام عليكم كنت حابة النهاردة ابدأ الفيديو بتاعي بالضحكة والتفاقل اللي احنا دايما متعودين عليه بس النهاردة قبل مبدأ الحلوة بتاعي اللي هقدمه معاكو اللي هيكون ضروري ومهم جدا الايام الجاية دي وخصوصا ايام الاجازات ودخلة الصيف الى اني وجهت كارسة كبيرة جدا في مطبخي حبيت اشارك النهاردة اللي حصل معايا هي مش كارسة واحدة الحقيقة هما كارسة تين حصلوا اليومين واربعض بس حبيت النهاردة انقل لكم الفكرة واقول لكم على اللي حصل معايا يمكن من الفيديو دا يكون سبب لحد انا اقدر اوعي او اقدر اخلي اتجنب اللي هيشوفه معايا النهاردة واسفة جدا للمنظر اللي احنا هنشوفه دا اولا الكارسة دي يعني خرقت ورجعت لقيت كمية دبان مالية المطبخ مش معقولة حاجة كبيرة جدا ولادي للأسف سابوا شبابيك المطبخ وانا بره مفتوحة وسابوا السلك بتاعها مفتوح فدخلي كمية دبان كانت فضيعة جدا انا اقول لكم تخلصت عليها ازاي او تخلصت منها ازاي الاول خالص بدأت المشكلة من قبل بيوم شفتوا الفتحة اللي كانت في الحيطة دي كان دخلي منها نمل انا في الدور الخامس قريبة من السطح ومشي معايا في السقف كله ونازل معايا في المكان ده اللي هو ما بين قطعة المطبخ اللي فوق لحد الرخامة لحد ما انتو شفتوا فتحولي الفتحة دي مجرد في ليلة واحدة بس يعني نمت وقمت لقيت الحيطة اتفتح فيها الفتحة المهولة دي لدرجة ان انا بصوا شلت الكشاف بتاع المطبخ حبيت اشوف وراه نمل ولا لا بس للأسف لقيته جايلي من بره الشقة تماما انتو عارفين ان النمل بيبقى عامل بيات شتوي وبيظهر بقى في الايام الحار اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي انا رشيت المبيد ده حاجة كده سحري هو مكتوب عليه المبيد السحري وهو حقيقي مبيد سحري جدا المبيد دوت انا جايباها من جروب على الفيسبوك من جروب لاستر بصوا طبعا انا قلب المطبخ ازاي بسبب شوية النمل وتاني يوم اتفاجئتي بالدبان يعني انا كان المفروض اشطى بالمطبخ بتاعي تاني يوم اول مصحة من النوم لكن صحيت خرقت للأسف حصل عندي كده شوية ظروف وخرقت رحت مشوار رجعت لقيت كمية دبان لعرف اقف المطبخ ولعرف اطبخ بصوا شايفين المنظر طبعا انا كناست ده كله حطيته على البلاط حبيت تشوفوه بصوا المنظر انا اسفة جدا للمنظر الاولاني انا استخدمته كان مبيد للنمل والصرصير مش هو اللي مويد للدبان جبت برضو من لاستر المبيد الحشري ده للحشرات الطيرة للدبان والنموس والهموش عايز اقول لكم العبوة دي لتر بس هتقدم عاكي تقريبا الصيف كله لان انا رشيت منها رشتين يعني ما شاء الله رشيت منها رشيت المطبخ كله بس لقيتها يعني الرش اللي انا رشيته مش كتير بصوا هو الحبه القليلين دول فانا بتهيقلي هتقضيني طول الصيف باذن الله للحشرات الطيرة يعني اللي هو الاحمر ده للحشرات الطيرة والابيض ده للنمل والصرصير طبعا انا خلصت الازازة انا رشيت فوق المطبخ ورشيت شوية كده عند الكشاب بصوا رشيت كده جوا ده طبعا انا هسيبه مفتوح كده يوم ولا يومين وبعد كده هحطي فيه اسمان طبيض هخلي جوزي يعملولي باذن الله علشان ما يحصلوش حاجة تاني ورشيت طبعا الرخامة وبعديها صب انتهاء رشيت الحاجات دي من بالليل سبتها ربع ساعة كده بدأت اصب في المطبخ فانا هسيبلكم لينكات الجروب والصفحة اللي انا اشتريت منهم المبيد الحشري بتاع النمل والصرصير وكمان بتاع الدبان تمام يا بنات صلوا بينا عن نبي صلى الله عليه وسلم صموا الله ابدأوا الفيديو بتاعي بأحلى تفاقل هنعمل النهار ده حلو يجنن لأيام الأجازات الجاية بإذن الله فحالة بقى كده الاول هنضيف كباية ونص سكر كباية ونص مية هنرفعهم على النار اول ما هيغلوها يخضع معايا عصير نص لامون هسيبهم يغلو لمدة خمس دقايق بطف النار وبديهم رشة من الفانيليا كده يبقى شرباط جاهز معايا وقلتلكوا التوقيت بتاعه قد ايه بالظبط بعد كده في الخلاط هضيف كباية من الزيت كباية الربع من السكر كباية من جسد الهند كباية من الزبادي دي كباية زبادي او رايب اللي هو الزبادي البلدي اخدت علبتين من الزبادي البلدي عيرتهم طلعوا معايا كباية الكباية اللي بعيرها بحاجة بعير بيها كل حاجة معايا بعد كده هستخدم اربع بيضات معنا تمام يا بنات احاول اخلي كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ حتى الزبادي يعني لو جايب الزبادي ولقتيه سائع سبيه كده في المطبخ مصصية لحد بس ما ياخد درجة حرارة المطبخ كمان البيض بدرجة حرارة المطبخ تمام كده يا بنات هضيف رشة بقى من الفانيليا وهضرب المكونات دي كلها في الخلاط ضربا مبرحا بعد كده حطيتهم في بولا لازم اخد كل نقطة في الخلاط كل حاجة متكلفة دلوقتي ربنا يعيننا يا رب اهو السويل كده جاهزة هضيف بقى معايا هنا كباية ونص من الدقيق وهضيف نص كباية من دقيق السميد او دقيق البزبوسة اللي هو ده شكله بصوه ده شكله اهو قرتلكم شكله هضيف نص كباية ممكن تضيفي في الاول نص كباية جوز هند بدل كباية وتضيفي من دقيق السميد كباية كاملة بس انا بصراحة بحب جوزة الهند تكون فيها كتير كده انا من عشاء جوزة الهند ضفتي كمان كيس من البيكنج بودر ورشة من الملح والكباية ونص من الدقيق العادي خالص وهبدأ انخلهم كده مع بعض على المواد السيلة بتاعتي ضفتي كمان رابعة معلقة من قشر البرتقان انا البرتقان كده باخده البلدي ببشره وبخزن البشر بتاعه في الفريزر بيبقى حلوة قوي يا بنات يعني بصوا حطيه في شرباط حطيه في كيكات بيبقى هيل جدا طبعا قبل ما ابدأ عمايل الرواني هشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وحضر الشبكة في الرف اللي في الوسط وهسيبه لحد ما يسخم معايا كويس جدا اخدت بقى الكيكاية بتاعتي او كيكة الرواني هضربها كويس جدا بالمضرب اليدوي يعني هي في الخلاط وكملناها بالمضرب اليدوي بعد ما بضربها هضيف لها نقطة من احنا بنقول عليه كده اصانس البرتقان او البرتقان او البرتقال تمام ده اللي هو طعم البرتقان المركز ده زي اللي احنا بنضيفه كده او روح برتقان زي اللي احنا بنضيفه كده بنات على بسكويتة العيد اللي هو البسكويتات بتاعتي العيد كده بتضيف عليها وروح برتقان وروح وريحة كعح كهية زيها كده يعني تمام حطيت نقطة كده على الكيكة وديتها ضربة وحضرت معي صانية مقاس 28 ده هنتهى كويس جدا بالزيت اهو انا ده هنتهى زيت مبطنتهاش حتى لو الامونيوم تمام علشان الناس هتقول لي امام انت مبطنتهاش علشان خطر دي جرانيت لأ الالمونيوم برضو بعمل فيها كده هضرب كويس جدا لما تيجي تحضري الكيكة دي اول ما تضربيها في بعضها لازم تدخل الفرن على طول ما ينفعش تقعد لو قعدت انت في دقيق بسبوسة اللي هو دقيق السميد الدقيق ده ممكن لو سبتيها خمس دقايق او دقيقة حتى هيشرب السويل وهتحسي ان خليط الكيكة يعني تقل وكلبش كده معيك ما بقاش يعني زي ما احنا شايفين وكده سايل لا تمام كده يا بنات دخلتها الفرن اخدت معي خمسة وثلاثين دقيقة بالزبط خرجت كده وسبتها لما بقت دافية والشربات بقى دافي اللي اتنين دافيين مفيش حاجة سخنة معي دافيين تمام يعني ايه دافيين يعني مش سخنة قوي ومش بردة ومش واخد درجة حرارة المطبخية فوق درجة حرارة المطبختي بقى دافية تمام سايتها بالشربات اللي انا عملت بصو شربته في منتهى السهولة اول ما تشرب الشربات معيك اعرفي كده ان هي نكحة مليون المية بدأت بقى قطع فيها بصو بقى الجميل بصو نطلع قطعة بقى اه انا شغلت الشواية عليها لمدة لحظات هتحس كده ان الاول الحروف بتاعتها احمرت معيك اه فورا اطفل فرن وشغلت الشواية عليها لمدة لحظات زينيها بقى كده بشوية جوزتان شوية يعني اه مكسرات كنت هقول شوية بشو برطوان بس يلا حصل خير بصو شكلها من جوه جبارة جبارة اللهم بارد عايز اقول لكم انها ما قاعدتش خمس دقائق شرب الشربات كله زي الفل مفيش حاجة اهو في ارضية الصينية الدنيا زي الفل معي هنرجحها بقى زي ما كانت وهزينها بقى بشوية كده من جوزت الهند وهتبقى حاجة معاك كده الايام الصيف الجاية بازن الله بس هتخلص من النمل الاول علشان ما اعرفكيش لو عملت حلويات بصراحة خفت قوي لما شفت النمل يا بنات خفت جدا لان المطبخ بالنسبة لي النمل والدبان والحاجات دي اعداء للمطبخ ده بقى كان حلو النهاردة معايا حط لايك لمطبخ ايمو تشانيل وهسيب لكم لينكات الجروبات باذن الله الجروب والصفحة اللي انا اشتريت منهم لاستر مبيدات لاستر فعلا هيلة جدا يا بنات اشوفكم على خير ولايك وشير وبي باي مع السلامة اشتركوا في القناة